تزامنا مع عيد تأسيس الجيش العراقي والانتصارات التي حققها على داعش أقام المشروع العربي في العراق مكتب كاركوك مهرجانا شعريا بتلك المناسبة احتفاءا بما قدمه سور الوطن من انتصارات في تاريخ العراق الحديث ضمن نهجه المتواصل في إقامة كافة الفعاليات والأنشطة سواء كانت سياسية أو إنسانية أو شعبية أقام المشروع العربي في العراق مهرجانا للشعر الشعبي بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي وأعلان النصر النهاي على تنظيم داعش بحضور محافظ كاركوك وجمع غفير من أنصاره المشروع العربي له مساهمات كبيرة في كاركوك خصوصا كان له مساهمات كبيرة في إغاثة الناجحين لا ننسى البرامج التي قدمها كانت كبيرة وقنا نقدم له تسهيلات أيضا وهو عمل ليس في كاركوك عمل في كثير من المحافظات ونعلم حجم العمل الذي قام به وليس قريب على المشروع العربي أن يقيم مثلها المراجل ولكن مبادرة في هذا الوقت تعتبر مبادرة طيبة ومرحبة بها ولو لم نكن داعمين لما أتينا لمشاركة الناس اللي حاضرين وأيضا شكرا للمقيمين وشكرا للمدعمين الأساس اللي هو رئيس المشروع العربي مناسبة عزيزة على كل العراقيين وتزامنت هذه السنة مع انتصارات جيشنا على قوى الإرهاب والحفاظ على وحدة البلد اليوم المشروع العربي يقيم هذه الأمسية الشعرية بحضور السيد محافظ كاركوك والسادة أعضاء مجلس المحافظة وكثير من الوجهاء والشباب والأكاديميين الحفل الكبير الذي رعاه المجلس العربي في كاركوك جاء دعما لما قدمه الشيخ خميس الخنجر لجميع المواقف التي سجلها طيلة سنوات النزوح وما زال العطاء مستمرا ولم يتوقف من أجل أن ينعم هذا البلد بالأمن والاستقرار نشكر المشروع لإقامة هذا الحفل ورعاية هذا الحفل للمشروع العربي ونشكر كل من يساهم في إقامة وحياء والاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية لكي تتعزز هذا الذكرى في نفوس المواطنين من الشعب العراقي قبول الناس والمناخ الموجود في كاركوك من مناخ سياسي ومناخ أمني ومناخ اجتماعي يتطلب مثل هكذا ممارسات ولدور المشروع العربي الكبير في هذه المناسبات من مساعدة النازحين ومن طلبة المدارس علاج المرضى وما إلى ذلك من نشاطات في خدمة المجتمع العربي والمجتمع العراقي في كل مكان من أرض التعايش والتأخي محطة أخرى من محطات المشروع العربي التي جسد من خلالها وقوفه الداعم والدائم لجميع أبناء البلد الواحد مهرجان شعري رعاه المشروع العربي في كاركوك قصائدهم تغنت بحب الوطن وتأسيس جيشه الباصل نتركوك بشير الحسن قناة الفلود